الحمد لله وكفاه الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى أهله وصحبه للوفاة رباه لا تجعلها صيحة في واد ولا نقخة في رماد حياكم الله أيها الأحبة الحضلاء وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم الكريم الرحيم الرحمن الكريم المنان كما جمعنا في هذا المجلس وهذا اللقاء وهذا البت على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع نبيه الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل أيها الأحباب كلامنا اليوم عن موضوع الوسواث وخصصنا الموضوع بالوسواث القهري لانتشاره بين الناس ونزولا بل صعودا إلى تلبية طلباتكم فلا مكان لنا فوق المسلمين ولا مكان لنا فوق المسلمين ومن يطلب منا المساعدة والبيان إلا أن نبين له فلا نقول نزولا عند رغبتكم بل صعودا وتسلقا إلى تلبية هذا الطلب الذي طلبتموه مننا إذن موضوع دينا عن الوسواث أنا أريدكم بزاكت بارتاجيو لكي نعالجوا هذا الموضوع هذا وكي نعرفوا شكو لي فيه الوسواث الصح شكو لي ما فيه الوسواث كيف تتعالج الوسواث إنه درجة من درجة الوسواث عندك هل الوسواث اللي عندك وسواث يتعلقوا بالشيطان أو يتعلقوا بمرض عصبي يعني هي أمور كثيرة تكلم عنها أطباء وتكلم عنها الفقهاء وتكلم عنها المفكرون والمحللون في هذا المرض الذي يدعى بالOCD هذا المرض موصوف هو بالطراب يعني يوصف عند الأطباء بالطراب الطراب لوسواث القهر ويرمزون له بOCD هذا المرض الذي إن صح التعبير بهذا المصطلح لم يظهر إلا حديثا يعني لم يكن في القديم بمثل هذا المصطلح ما الذي جعله يظهر وما الذي جعل الناس تسأل عنه ما الذي جعل الناس تستفتي وتطلب البيان وتخلط بينما هو طبي وبينما هو شرعي وبينما هو ديني وبينما هو عقدي لا يعرفون تشخيص المرض وهذه طبيعة كل الأمراض الجديدة الصوت مسموع هل الصوت مسموع الصوت مسموع بارك الله فيكم باش إلا ما كاش مسموع نشوفوا شي طريقة هل الصوت مسموع أتمنى على الجواب الصوت مسموع أو أرفع صوتي قليلا هل الصوت مسموع بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أتمنى الرد بارك الله فيكم إذا كان الصوت واصل ومسموع نتمم إن شاء الله تبارك وتعالى هل الصوت مسموع بارك الله فيكم نعم مسموع إذن الاضطراب والوسواس الذي تكلمنا عنه صوت ضعيف ضعيف طيب مسموع بما في الكفاية إذن الموضوع يتعلق بأجهزة بأجهزة للأسف إذن موضوع الوسواس بداية ما هو الوسواس القهري أنا أرفع صوتي قليلا حتى الثمان ما هو الوسواس القهري الوسواس القهري هو نوع من الاضطرابات النفسية التي يصاب بها الإنسان وتجعله يشعر بأن هناك أفكار أو فكرة على الأقل معينة لا تخرج من رأسه كتبقى لا تقع فيها هذا هو الوسواس فكرة ولا مجموعة من الأفكار ولا حدث عاشه ولا مسألة عاشها نعاكسس الحالة دياله ما بقاش تفرقه على الإطلاق ما بقاش تفرقه على الإطلاق هذه الحالة أو هذه الفكرة أو هذه الهاجس أو هذه الحلم أو هذه الهدف يلازمه في جميع الأوقات بشكل يقهره لا يخرج من باله أبدا مهما حاول الشخص أن يبعد هذه الفكرة عن رأسه ويحاول أن يغير ويحاول أن يغير دائما يجد هذه الفكرة ترجع مرة أخرى وتؤديه وتزعجه ولا يجد سبيلا ولا حلا ولا طريقة لأن يخرجها من عقله ومع مرور الأيام ومرور الأوقات ومرور الأزمان وتغير الأحداث هذه الفكرة تتحول إلى هاجس وتتحول إلى الطراب وتتحول إلى مرض نفسي ومن هنا قالوا الوثواث القهري يعني تلك الفكرة التي تصاحبك بالليل والنهار بالعشي والإبكار لا تفارخك أبدا هذه الفكرة تصبح قهرا لك تقهرك وعندما تقهرك فكرة من الأفكار فالدليل على أن هذه الفكرات يرفضها الدماغ ويرفضها نفسك بهذا الشكل بهذا الشكل بغض النظر واش هذه الفكرة زوينة ولا مزويناش ولما تقدر تكون قيمة من القيم كما غير شي معانا في أنواع الوثواث التي يتعرض للإنسان ويزوينها ومطلوبة ولكن تتحول الوثواث يعني هي مسألة عادية لكن تتحول بالحرص عليها والتفكير الزائد فيها إلى وثواث وهذا الوثواث الذي تكلم عنه طباء النفس في العالم وبعد ما إحصائيات يعني قالوا أن 3% إلى 5% من سكان الكرة الأرضية يعانون من هذا الوثواث يعني كل شيء شخص تلقى فيه شخص أو شخصين مصابين إذن هذا المرض هذا علشه ولا مرض وعلش الدرس عليه دراسات وعلش الدرس عليه تشخيص وعلش الدرس عليه مجال خاص به وعلم خاص به وبحوط مخبرية وغيرها وسريرية لماذا؟ لأن هذا المرض صعب التشخيص يأتي معنا من أنواع العلاج أنه من أنواع العلاج أن تعطيه دوات يقولك أنا ما شخصت حالته واش هذا اكتئاب واش هذا وثواث وإذا كانوا وسواث أي نوع من أنواع الوسواث يعني صعب تشخيص هذا المرض قتل شيء تشخيص هذا المرض هذا لما تظهر بعض النتائج الوخيمة لما تظهر بعض الشكاوى لما تظهر بعض التصرفات التي يقالوا أن هذا الإنسان إنسان غير طبيعي الآن ندرس النتائج التي وصل إليها ثم يقولك هذا الوسواث إذن هو لا يعرف في بدايتي وهنا رد معي البال لا يرضيع لي لا يعرف في بداياته تقدر تكون انت حامل الوسواث وانت حامل الوسواث ولكن ما عارش أنه عندك وسواث لماذا؟ لأنه يصعب تشخيصه قبل بدايته لأنه ليس مرض داتي يعني له أثر خارجي مثلا أو له أثر يظهر على الإنسان لا هذا مرض له علاقة بالأعصاب وبالأفكار إذا تكلمنا على الوسواث الذي له علاقة بالأعصاب بعد أن تكلموا عن الوسواث الذي له علاقة بالشيطان هذا بوحده سأضروع لي إذا مثلا أضروع الوسواث في صفة عامة فهو الصعوبة تشخيص هذا الأمر هي التي تجعل المرض هذا الصعيب لماذا صعيب أخوتي الكرام؟ لأنك تتعرض لفقد فراسك إذا لم ترى فراسك ما شيء طفيقي ما تقشت أنه حتى تتوصل لأحد النتيجة وتتوصل لأحد المرحلة التي يصعب معها أن تعالج ولذلك تكلم مجموعة من الأطباء النفسيين أن صعوبة هذا المرض تكمن في ماذا؟ تكمن في صعوبة تشخيصه بل قالوا أن الإنسان قد يصحبوه الوسواث 15 سنة 15 سنة والوسواث معاك عايش معاك وما يعرفوه شده 15 سنة عادي بل الأثر دياله إما بوحد الفكر عجيب إما بوحد فكر غريب إما بوحد انقلاب إما بوحد تحول فكري حاد إما بوحد العدائية إما بوحد تصرفة جنسية إما باعتداءات لا يقبلوا هالآخرون تقول كثير مريد تصير تداوي ترك مريد مريد إذا يكون عندك مسواث وقالوا لأطباء صبروا معنا نحن غادين شوية بشوية وفارطة يجب من نسبة الذي يهمون الأمر وقالوا مجموعة من العلماء أن الفئة العمرية التي يمكن أن يتتعرض للإصابة هي ما بين ستنين تر ستاشل عام إذا كنت أب ولكن أم ولكن طفل عندك ستاشل عام أو ستنين أو مسؤول لأخوة ديالك عرف بأن هذه الفترة هذه وصابوا فيها الناس وبالوسواث وهذا عند الرجال تبدأ عندهم من ستنين تستاشل عام ممكن قالوا هاد هي أكتر حال لك تصب الوسواث والنساء تصابوا 28-29 سنة وقالوا يعني ممكن تصاب الوسواث بسبب الحمل أو كذا أو كذا أو كذا ولذلك البروفيسور الشهير الذي وفه في مستفى شورس بارك بيرلين في ألمانيا اسمه طوم باشور هذا عالج مرض الوسواث القهري وقال الوسواث القهري مرض شائع ومزعج جدا ولكن يمكنه علاجه إذا نحن يمكنه علاجه كما قال مساء السلامة إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه أو جاهله من جاهله هذا البروفيسور الألماني طوم تقول لك بأن الوسواث القهري مرض شائع ومزعج ومقلق ويمكنه علاجه إذا تمكن بشرط إذا تمكن المريض من التغلب على حيائه واتبع العلاج بشكل صحيح ويضيف طوم باشور إذن الشرط الأول في علاج الوسواث هو تعترف بأنك مريض كثير من الناس هو مريض وما يعترف بأنه مريض هو مريض نفوت يقطر وما بغيش بشي شريط هو مريض وما بغيش بشي عن الطبيب تقول كم شي عن الطبيب غدا يزيد مرطني الله ما خليني هكذا لا نحن نصل للمرحلة ونصل للمستوى من الوعي أن مراجعة الطبيب هذا لا يدل على ضعف أنا كيشي نس يقول أنا مشي عن الطبيب يعني دليل على أن أنا ضعيف في حشام يقول لا أنا سوف نفهم ما هذا سيد وزو يقول أن أنا مريض يقول بأنا كذا يقول بأنا كذا النس التي تسوي الآن في التعاليق بارك الله وفيكم نحن جايين لمسواة القرية وعلاقاته ببعض الأمراض كالكتئاب وغيره إذن كورونا كذا كذا يشوف 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 لم يتفاجأ لا يقول لا يحضر الله بنسب طعام إذن هذا مشكل هذا مشكل سنعالجه في المجتمع هو أنك تكون لديك التقافة الصحية التقافة الطبية هذا من باب الإحسان إلى جسم لك إنسان لم يراجع الطبيب يطلب حسنانه كاملين لم يراجع الطبيب يطلب لديك 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 فحوصات لديك لماذا ستوقع في المعرض أكبر و ستوقع في أحد أخطر لا يوقيك ولا يبعد عليك البلاء لم يتعالجه لم يتعالج لم يتعالج في المعرض لم يتكشف في المعرض فحوصات 400 درهم 300 درهم طبعا من ثلاث شهر و ستوقع و ستوقع مرض لم يتعالج لكن في البداية يمكن أن نعالجه إذا يجب أن نخرجه من هذه المشكلة إذا يقول البروفيسور الألماني طومس يقول بأن الوسواس القهري مرض شائعة ومزعج جدا ولكن علاجه ممكن إذا تمكن المريض من التغلب على حيائه و هنا و هنا قال واحد المسألة أن الوسواس القهري له علاقة بالتربية و ما يتعلمه المرء في الطفولة ايه 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 اذا الوسواس القهري كما قال الفيلسوف البروفيسور طومس قال بأن الوسواس القهري له علاقة طوم له علاقة بالتربية و ما يتعلمه المرء في مرحلة الطفولة في مرحلة الطفولة في مرحلة الطفولة كانت تضرب بنتها على وجود ليكوش كبريت البنت مريضة ولا فيها وسواس النظافة بسبب هذا ليكوش الذي كانت تتاكل على اليوم العصار كبريت مع وسواس النظافة طبعا في المجتمع المواعيش أو في الوسط المواعيش يقول بأن النظافة جيدة ولكن من تحول وسواس يقبلها ولكن لا يقبلها الناس لديهم مدراسة أو أستاذة أو طالبها في الجامعة أو كده المحيط ديالك ما يقبلش منك هذا الأمر هذا يعتبره فيك عيب إذن هو البروفيسور الألماني يقول بأن الوسواس القهري له علاقة بالتربية وما يتعلمه المرء في مرحلة الطفولة إذا ردوا بها لكم وليداتكم رهما مبقاش تعلم في الصغار كالنقش على الحجر وكذلك التربية في الصغار كالنقش على الحجر وكذلك التخذية كالنقش على الحجر هذه كلها أمور يجب أن نصاحبها الإنسان دائما يعالج خطأ بخطأ أكبر منه فيكبر هذا الولاد ويكبر البنت مع قداء تكبر البنت عندها عقدة نفسية تحول الوسواس قدر تحول أي مرض من الأمراض كما يقول هذا البروفيسور أنواع الوسواس دائما نخصن شخصه ونخصن بينه ما هو هذا الوسواس القهري ما هو الأنواع دياله والشياء الدينية والشياء الطبية لأنها مختصصي لي ولكن سنقل لك ما هم الأعراض اللي قالوا هم الأطباء من خلال الدراسة اللي قدرت المتواضعة وبرتجوا معنا بارك الله فيكم بسم الله كاشر بلي من الكاميرا كتقلب هذا إذا أول أنواع الوسواس هو الموت إنسان يكون لديه الوسواس للموت وهذا أخطر أنواع الوسواس يكون لديه الوسواس للموت خائف للموت في واحد درجة كبيرة يمكن أن يمشي ما بين ناطيحات السحاب يمكن أن يقطع الشانطين يمكن أن يركب الطنوبيل يمكن أن يركب الموتور يمكن أن يمشي في البحار مثلا يعني يجنب جميع أبسط الأشياء التي يعيشها في حياتهم يمكن أن يصل إلى العافية و يمكن أن يكون في كل مكان يمكن أن يكون خائف من الموت ووسواس الموت يقول لديه هاجز في حياته ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ لأنه يجعل أنك ووسواس الموت من يجعلون يقلبون على ووسواس الموت يجعلون أن هذا الوسواس السبب فيه هو مجموعة من الأمور التي يعيشها الإنسان السيئة في الحياة يعني يكون يعيش يكون 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 يمكن أن يرى أن يكون احدود له صغير ولم يكن ولم يكن يكن يمين يكون يمكن أن تحول يكون حافظة من الموت بالليل والنار ومشي دب الخوف الشرعي والخوف اللي هو يكانوا كي يعملوا ليه السلف دب هذا خوف لأنه خايف ليموت وتسالي حياته مشي خايف بالموت لأنه سيلقى الله وسيحاسبه وممكن يكون من هذا النوع هذا ولكن هذا النوع هذا السهل عندنا في الشريعة إذا كنت تخاف من شيء كتهرب منه إلا الله ففروا إلى الله تخافوا منه تأتي إليه سبحانه وتعالى ويتوبوا عليك وتعلموا أن الموت هذا سيأتيني ويأتيك وهذا والعلاج إن الموت هو حقيقة حقيقة كما قال أحد الأمريكان قال 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 عندما قالوا له لقد زاد وزنه قال إذا زاد وزني أو خف وزني في الآخر سأموت في الآخر سأموت يعني كلها في النهاية ماذا؟ الموت الموت هذا حقيقة مجمع عليها فلماذا تخافوا منه؟ إذا كنت تخاف من الموت السبب أنك يدرسي واحد المصيبة وخايف لجيك الموت وانتع على تلك المصيبة تبير الله تبارك وتعالى وتكلمنا على فجأة الموت وفصنا هذا الأمر هذا إذا وثواس الموت كيكون عند الإنسان اللي هو عنده واحد الحادث في حياته دياله وبقاء ذاك الحادث مصاحب ليه ولا خايف من الموت وشحامل واحد راه هذا الوثواس ديال الموت وليك يتسبب ليه في الموت كي توقع مثلا اكسيدان حالي تتسير او يوقع له واحد المسألة بسيطة واحد جرح بسيطة بكتشة تلك الخوف دياله وذلك الوثواس دياله من الموت يبقى يشوف تلك الدم جديد يتخب كدقي اي مراجي تيموت شامل واحد كان ممكن يتنقد ولكن الخوف دياله من الموت يتحول الوثواس الدبي إلى أنه تضاعف عليه الأمر هذا وتوفى إذن العلاج من هذا الأمر هذا من الجهة الفكرية أنك تعلم أن الدينية أنك تعلم أن الموت سيدركك أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج المشيدة إنك ميت الله زوج القرنة بسعتهم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعتون وما جعلني بشري من قبلك الخل أفئمت أفهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت خلاص ندخرج من هذا الأمر هذا ستموت يا أخي الآن تفكر فيما بعد الموت الموت آتن والنفوس نفائس والمعتز بما لديه الأحمق الموت باب وكل الناس داخله فليت شعرية بعد الموت ما تداره الداره داره نعيم إن عملت بما يرضي الإله إن فردت في النار هكذا تكون فلسفة الموت عندك في حياتك إذن هذا سواء الموت وهناك طريقة علاجية طبية هذه تذهب إليها بعد أن تعالج الأمر الفكري لأن الأمر الفكري لن يعالجه له إنه يعالجك له الطبيب الطبيب يعطيك وصفة في الحال الطبيب يعطيك وصفة تقولك ها أنت أكتب أكتب ها أنت هادوه ما تشربه ما تشربه وهاقش غتجي عندي وثالينة كنتهي معك الطبيب لكن الأمر ستعالجه فكريا عاد الطبيب إليك أنه هو هذة الوسوط هي تعلق بمرض عصابي من وسائل العلاج المسألة الفكرية الإيمانية الغيبية ثم ننتقل المسألة الداتية مما يتعلق بدواء أو غيره أو غيره إذن عندنا وصوة الموت عندنا وصوة المرض وصوة المرض هذا هو وفرع عن وسوة الموت دائما تخاف من المرض وتكلمنا عليها تخاف من المرض فيما توقع شيء خائف من المرض تتلقى مغلف تتلقى مغلف تتلقى حاضي بزد تتلقى يعني عايش كما قال نبي صعي السلام أنهان نبي صعي قال لا اللهم لاعظ هو ولا طيارة هو دائما يتشاء من أي شيء وخيش من أي حاجة وكل شيء يتقالب عنده اندعاج وإلى قلق وإلى ضنك وكي يتجنب أبسط الأشياء في حياته يقولك أنا ما نمشيش مع الناس أنا تمندر في كورونا أو غير كورونا أنا أنا**** مع الوقاية أن الوقاية لا تضمن لك الشفاء لأن الشفاء بيد الله عز وجل وإذا مريدتهewا معرفة أن الأمر كله بيد الله معرفة ما رتبه الله عز وجل من الجزائي في المرض حتى لو ربتي حتى لو ربتي تعرف بأن الجزاء بيد الله تبارك وتعالى وأنك إنما ابتلاك الله تبارك وتعالى وحتى الشوكة يشاكها حتى الشوكة عجبا لأمر مؤمن كل أمره خير إن أصابته ضراء صبر فشكر صبر فكان خير الله وإن أصابته ضراء شكر فكان خير الله حتى الشوكة يشاكها له بها أجر إن دالله تبارك وتعالى فلا لم تيهاد الأمر هذا أن مرضك وأن هذا المرض الذي تخاف منه إن أصابك هذا المرض فإنما هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى وإن العبد تكون له منزلة وإن الله عندك فلاسة عند الله تبارك وتعالى لا يبلغها عمالك فيبتليك الله عز وجل بمرض ليرفع درجتك وكما في حديث الضعيف القدسي وأبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب إذن المرض لو تكرت فيه ولا تدبرت فيه ولا تعمقت فيه ستعرف بأنه خير لك إذن هذا ما يتعلق بوسوات المرض قلنا وسوات الموت وسوات المرض وسوات النظافة وهذا من الأشياء التي انتشرات وكترات في الزمن ديناتي وإنسان عنده هاوز بالنظافة يغسليه عشرين مرات يغسلها ويغسلها ويغسلها إلقى شيء يمسح يدير بكورونا أو بغير كورونا إحني هو يفدارها أو الملاكة تقع يفدارها إلى ممكة مصابة وسوات النظافة ستتبسح وتعود تمسح للحيط وتعود تمسح وتعود تمسح لحيط وتعود تمسح تتبقى عندها درجة من الوسوات بلغت المدى ديالها بلغت مداها لا تطاق لا تطاق أبدا نعم النظافة هذه أمر بها الدين وهناك حديث النظافة من الإيمان وهنا وجه إخوتي وطلبة العلم والدعاة الذين يتهكمون ويقولون النظافة من الإيمان حديث ربطه البلدية اتقوا الله عز وجل هذا تهكم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا الحديث هناك من حسن إسناده وقد رواه الإمام الترميدي والراجح أنه حديث ضعيف وليس حديثا منكر وليس حديثا موضوع وليس حديثا باطلا إنما هو حديث رواه الترميدي في سننه وهناك من أهل العلم من حسنه وهناك الجمهور من المحدثين ضعفه فمتقد قلت قلية النظام من إمام الحديث ورواه البلدية البلدية وأيضا لها أصل ولها اعتبار هذا الحديث له أصل وله اعتبار في السنة النبوية لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلما يفهم منه أن النظافة من صميم الإيمان بارتاجوا معنا الله يجد لكم بخذ كما في الحديث الذي رواه ابن ماجا النبي أتسلم قال من شعب الإيمان نعم إماطة الأداية من الطريق إذن إماطة الأداية من الطريق من الإيمان والمسجد يجد بها أجر عند الله تبارك وتعالى هذا من النظافة إن الله جميل وحب جمال هذا من النظافة فقول بعض الدعاة اليوم النظافة من الإيمان حديث الروات البلدية هذا تهكم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن تهكم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام تهكم بالأحاديث لأن الحديث إذا كان ضعيفا أو إذا كان حسنا لا يرتقي إلى درجة الصحيح فلا يجوز لك أن تنفيه ولا يجوز لك أن تشبته على الإطلاق وإنما تقول درجة المحدث فيه أما إن كان موضوعا أو كان ضعيفا أو كان منكرا أو كان باطلا هنا تنبه إلى هذا لأنه لم يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا في إثنان اختمال حسن فإن لم يكن قاله رسول الله قد يكون سمع في عادي الصحابة إذن هي من الكلمات التي تحمل معاني حتى لو لم يكن حديثا النظافة من الإيمان هذه جملة تحمل معاني عظيمة قد حدت عليها الإسلام إذن وسواس النظافة يجب علينا أن ننتبه جيدا أن النظافة من الإيمان وأن النظافة من الإحسان وأن النظافة مطلوبة في شرعنا الحنيف لكن لا تنقلب إلى وسواس الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده وكما أقول دائما هذا العلاج الفكري العلاج الديني العلاج الطبي له مصاره وهذا يتعلق بأدوية ويتعلق بخطة عملية بين الطبيب وبين المريض إذن المسألة الثالثة بارتاجو اللي يجد لكم بخيرات تفاعل ضعيف بارتاجو ليستفيد أكترنا وسواس الشك هذا الوسواس دير الشك هذا يكون في الرجال كثيرا ويكون في النساء كثيرا يكون بين الأزواج أو أزواج الشك هذا يدمر العلاقة ويدمر الحياة ويدمر الأسرة ويدمر المجتمع ولا يجعل لقائمة تقوم في بيت من بيوت المسلمين على الإطلاق دائما دائما هي تشك فيه وهو يشك فيها هي تشك فيه وهو يشك فيها ولا ينتهي هذا الشك على الإطلاق لماذا لبست هذا علاش البتدي تقول حويش ها إذا أنت يا خارج عند كذا كذا أنت يا علاش عطلتي كذا أنت يا علاش خرشي كذا أنت ليش بتيتما أنت ليش لبسة هذه أنت ليش حطتي هذه هنا أنت ليش اشتي هذه هنا إذن هذه كي يقولي إنسان تشوف مسألة بسيطة فيبني عليها أشياء كبيرة وهو مريض مسكين هو عنده سوى الشيخ خصوية بشي تعالج أو هي خصوية بشي التعالج كتلقاه هو تدير راسه فيها وهو معتاش راسه فرصة نحن دائما كنت أقولها لبعض الإخوة أقول لأصدقائي ومن المقربين حولي هل رأيت متخاصمين أو متخاصمين جاء واحد منهم وقال لك أسمعنا السيرفقية هذا أظلمني وظلمني 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 جئتي عن الثاني وماذا عمرك سمعتي الثاني يقول لك لا أنا أظن أنه أظلمته وأنا لا أتكرفت عليها يقول له يسمح لي دائما يأتي بجود شي تشكوا من بعضياتهم حتى واحد ما يذكر مثألة وحدة من الإيجابيات ولا تقول ترتله من رأسه دائما هو ما عنده الغلق نتلي غلق دائما هو مزيان نتلي منك السبب دائما هي مزيانة نتلي ما تسواش دائما هذيك تبادل التهم ما تنقفوش في الإنصاف ونعوذ بالله من خصومة تسد باب الإنصاف وتنسي جميل الأوصاف إن كان فعله الذي صر واحدا فأفعاله التي إن كان فعله الذي أساء واحدا أو ساء واحدا فأفعاله التي صرت ألوفه يعني كيف أنت تهديم مطار وتهديم كلام وتهديم تاريخ زوجتك من أجل مسألة واحدة ومبنية على الشك وأنش أنت يا أمين اختلفت معك وكانت تقولي يا ركتش كتية لماذا لا اشتيا وكانت لها تدين على دوح الطبيب وكان لنا رخصها وكذا وكانت لها رخصها وكذا وانتهى الموضوع يا أخي ليش 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 منخط وقت ونقول ربما يكون المشكلة عندها ربما يكون عندها وشك إلا أنت لا تريد دائرة إلا أنت لا تريد أن تتكلم معها لا تتكلم معها لا تريد أن تتعطيها وقت ستكون بين الزوجين وهذا مبني على الكاذب وكلت كالة الوضوح إلا أنت تريد أن ترى هذا الطبيب إلا أنت لا تتحقق خصيات تسويل معك ومعن تسويل عليك ولا تضيف لك ون تترك السيد العريف فنتل لما كتمرض فنتل هو الملك المنزل من السماء لما تمرض ما يصيبك مرض ما يصيبك تحاجن تاية لا ممكن تكون مريض عادي تعالج من هذا الأمر هذا لأن الشك هو أخذ الظن والظن هو أكذب الحديث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث أيضا وسواس القتل بارتاجي معنا بارك الله فيكم التفاعل ضعيف جدا لليوم السبس ناس خارجه وسواس القتل بسم الله وسواس القتل نحن نتحدث عن أنواع الوسواس نحن جاي للعلاج والذين سوف نتحدث عنه وسواس العقيدة ومن خلق الله وكذا وكذا سوف نتحدث عنه فإنكم تصبروا معنا شوية لماذا لا يمكن أن تكون قدام فيلم لم يفهمها وكذب النعار القتال الخرانية لكي يفهم المثلسات ومع السفد من نواله عند الله بالعكس ستسأل عن ذلك الوقت الذي ضيعته لكن في المسائل المهمة في هذه الحياة لا يمكن أن نفهمها يوم المثلسات إن المبادة لا ضعرا الأمقى ولا أرض القطع سوف يأتي يضيع الوصول على المراواحة وكذا سوف نتحدث عن الأشياء ما لم تكن من النهار الذي أردت في الفيسبوك ما لم تكن من النهار الذي دخلت العالم من الانترنت ماذا تعلمتي من تيك توك تشطح تسحب العيالات لكي تضرب لك 21 أو 200 ألف هذا سؤال ماذا تعلمتي إذن وسواس القتل يحرص على ما ينفعه وسواس القتل من أصعب أنواع الوثاوث المؤدية للشخص هذه تؤذي من حوله وتقول إنسان خايف منه هذه المشكلة سوف تسوس له الشيطان أنه سيقتل الناس أو سيقتل هواية لكن سوف تسوس له الشيطان أنه سيقتل الناس هذا يجب أن يكون من علاجه يجب أن يكون في أقرب وقت ويحجر عليه حتى يتعالج أما لك أن تسوس له أنه سيقتلوه الناس فهذا أولا ينصح هذا ينصح وهذا أيضا ينصح قل لن ينصبنا إلا ما كتب الله لنا والله لن يموت الإنسان احتيرا كل ما كتبه الله عز وجل عليه وخيه ربي ما هرب قل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتوا في بروجي مشيدة أيضا لدينا وسواس سرقة وسواس سرقة هذا يجب أن يكون أيضا على جوج الجوانب إما تكون هو فايت تسرق بشأن صغير أو فايت تسرق بشأن في المراهقة وتبقى لاحقوا هذك الوسوات ذي للسرقة وتبقى لاحقوا هذك كما يقال وحد هذه البلية تبقى لا ثقار لا تفكر تفضح الناس كيف سوف ندير العقوبات القانونية واحد نرغي حلولية واحد نرغي شدونية إلا استرق الله استر راسك إلا استرقتي استرق الله تبارك وتعالى أصعب يستر راسك لماذا تفضح راسك الله أزوج جلسته راك وأنت تهتك وستر الله يعليك ورد الحقوق ورد المظالم المماليها ولاعب هذا دنب يا أخي وكل واحد عنده الدنب دياله لا تقولي يا السارقة قبيحة وعلى الزنا يرضاه الله يرضاه الله ها؟ على الزنا يرضاه الله ها؟ على التبرج يرضاه الله تبارك وتعالى على الكاتب يرضاه الله لا أنا لا تنسرقش ولكنك ندير ريبة على الريبة يرضاه الله يرضاه الله تبارك وتعالى لعبديه كلها ذنوب هذا ليس تشجيع عن السارقة لكن كلها ذنوب وكل واحد ابتله الله عز وجل بيدنبي من الذنوب لا تكون ما تصرقش ما تديرش الريبة ما تديرش هذا أعظم الذنوب لك تديرها أعظم الذنوب لأن السارقة صلاة جمهور أهل الم يقولون بأنه غير مسلم كافر وهناك من طعلا في الجمهور وقال لبل إمام أحمد فقط هو الذي يكفره ما هذا؟ ما حديثنا مثلا ما لا عهدوا بيننا و بينكم الصلاة فمن تركها فقط كفر ما هذا؟ فإذا كنت انت يصرقت من ثابتها بالله وطرد المظالم من أهل ديالها ومشي الشرط تقول له أنا اللي صرقتها كان مظالم مشي الشرط تقول له أنا لديت لك هذه المضالة لأنك تشتعطيها له صافي تشتعطيها له وإنك الله ولا تصرف شي واحد يعطيها له أنك المهم يوصل له هذا الحق الذي يخدثي له وانتهى الموضوع وانسى الماضي إنسان إنسان ما تقش عايش رهين الماضي أنا أديت لهذاك وانا أديت لهذاك وانا أديت لهذاك صافي إنسى الماضي فمن عفى وأصلحة فأجره على الله وأولئك يبدلوا له سهيئاتهم حسنات خلاص الله الزوج العفى عنك وأعطيت حقوق الناس إنتهى الموضوع لا رأى النسى يهدروا والنسى يقول والنسى يهدروا هذه السيئة حسنات فتحها الله تبارك وتعالى عليك وربسنا وتعالى جعل ألسانتهم تنطقوا بهذا الكلام جعل الله زوجة أنسانتهم تنطقوا بهذا الكلام وتنطقوا بالكلام وأنك كده وانت الله زوجة قد تابع عليك هذه مشكلة كيف المشكلات ينا هذاك كنت سكيري بقيت إنه كنت سكيري كنت ل感غالظة 16 و 18 و عشرين عام because nueva وال ping على 50 عام كان فتحيا دين كان اللعب ألا دين كان Canal والدين بقيت والزوجة صداع أنت تعرف ألا يبنى che دونين سافي سيت تاب ومن تاب تاب الله عليه انت يا جنس كنت تجمع تبدونه كانت تلقى 21 سنة وقعت لها مشكلة 15 سنة 10 سنوات وعينها عام يشهر يشهرين يا أخي ما شاهدنا إلا بما علمنا انت ما كنتي ما شفتي ما حضرت ما شفتي ولو وتنقل الكلام كنتي حاضر انت يسألك الله عز وجل بماذا قلت أن فلان مصاب بماذا قلت أن فلان حرامي بماذا قلت أن فلان شفار لماذا قلت أن فلان شفار الذي بنيت عليه ألا سمعت الناس يقولون شيئا فقلت وما أدرك أن هؤلاء الناس على حق أو على باطل وكي نبلي سارح لسانه سارح لسانه في عباد الله هاو الديون هنا الديون هنا الديون هنا إذا انت يا لماذا تغامر بالحسنة ديالك وتضر فيه وهذا كير عد المثبس هذا لكي يشاركوا فيه ثلاث يشارك فيه ثلاث مجتمع ديالنا فإنسان قاد يقدر يكون فوق البلوغ فوق المراهقة وقت متأخر من البلوغ وقع له مشكير كذا كذا أم لا يمكن أن تكون حالة مزاجية لا يمكن أن تكون إنسان سوي أنا ليس إنسان مستقيم أنا لا يمكن أن نكون ذلك إنسان الشريب لماذا؟ حدر سودر 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 وما سرقت لهذا وسرقت لهذا وسرقت لهذا لا يمكن أن نعيش في المجتمع بهذه الطريقة ما هو الحل؟ أترك شفار ترجع تسرق لا خلاص توب إلى الله تبارك وتعالى وهنا كذلك ما نقول لله الدين والله عالج بالزفد لأمور ما سوف ينضح الطبيب إذا كان المزاج بسرقة ما سوف ينضح الطبيب هذا؟ ما سوف ينضح الطبيب؟ ما سوف ينضح أترك عن عدد تلك سوف يتكلم عن الأمور المتحدة الذي سوف يتكلمون عنها تتعلق بالشخصية ولكن ضرور يأخذ أنه ينبج نفسه أوسوث الوضوء والصلة وهذا يعني من أن أكثر من الناس أوسوث الوضوء والصلة إنسان تنتيمتها سوف ينقصت ونقصت لا تنتيمتها عندما يريد أن يصل إلى الجامعة أو يصل إلى الجامعة أو يصل إلى الجامعة يعني أنه يبقى متوسط في الوضع قالوا بأن هذا يتطلب علاجاً منذ البداية لكي لا تدخل الأمر و يجب أن تعلم أن العلاج الشرعي لهذه المسألة هو أنه يدفع باليقين لا تشك أنك توضيتي و لا تشك في الوضع تقول أنك توضيتي في الوضع تقول أنه ربما أحد أخبرنا لا تنتبه دفع الشك باليقين أحد الموسوسين جاء إلى مجلس الفقه ابن عقيل ملألفية قال له يا شيخ إني أنغمس في الماء مرات كثيرة هذا مشيء كي توضى تغتص إني أنغمس في الماء مرات كثيرة ومع ذلك أشك هل تطهرت أم لا إذن هو تقوله إني أنغمس في الماء مرات كثيرة ومع ذلك أشك هل تطهرت أم لا فما رأيك في ذلك قال له اذهب فقد سقطت الصلاة عنك وما أنه رأيت الأم لا يريد أن تطهرت أم لا يريد أن تطهرت أم لا يعني فأم لا تطهرت أم لا يريد أن تطهرت أم لا أصدر بك صحيح. لأنه يجزئك عن الوضوء. الشاهد. قالوا انك انت غمث في الماء. قالوا انك انت غمث في الماء. قالوا انك انت غمث في الماء مرات كثيرة. وتنجي انصلك وانتطهرت وانتطهرت. قالوا ايدها فقط سقطت عنك الثلاث. قالوا كيف ذلك؟ قالوا لان اني بصعي سلمقار رفع القلم عن ثلاث المجنون وحتى يفيق والنائم وحتى يستيقظ الصبي وحتى يبلو. ومن ينغمث في الماء مرارا مثلك ويشكها لاغتثل ام لا فهو بلا شك مجنون. فانت ما تقشت تركب الحماق في رأسك وتقول عندي وسوات. ما تركبش الحماق في رأسك وتقول عندي وسوات. صافي. مشيتي الحمام جيتي. صافي مشيتي طهر. صافي سالينة. مشيتي وجيتي. صافي. ركت طهرتي. رغي يجي معنا الاسباب الشخصية التي تتعلق بالعلم الشخصية. دي الانسان اللي غتعاونك. باش اصلا تقدر تطبق الأفكار التي نقولولك. وسوات الأفكار الإباحية والكحوليات. وهذا مدمر الشباب دينا. وسوات الإباحية. يكون قالت عليه. ما عليك. مس uniqu nächste دوري لديري العادة السرية. ما شاف لا غض ما تعاني. لقد نحصل على المواد الإباحية ويقلب علي البنات ويقلب على على كدة وقلب على كدة ويقلب على كده. وانوض يدير العادة السرية. تسمي من النكرون لديك عادة. ولاش لديو وسوات. ولا تتRIك في النهار ثلاثة أكبر ثلاثة اربعه. اعصي الله تبارك وتعالى والله عنده وسواس وهذا من شؤم لمعصية لأن المعصية عندها شؤم على صاحبها وتخاف يكون طبعا الله تزوج على قلبك في ذلك السريع إلى التوبة هل تتعرف بأن هذا محرم عليك وماذا الغاية تبرد الوسيلة وماذا إذا لا تريد أن تذهب اعصي الله تبارك تعالى تقول لا انا كنت شهاء لا انا ممزوش لا انا مراتي مقنعانيش لا انا مصافران لا انا ما عشنا هو لا الغاية لا تبرد الوسيلة اعصي الله تحاسب يوم القيامة وانت ذاني هذا حكمك عند الله تبارك وتعالى لا تتفقى الوسوات ليس انسان يبقى يتفرج يتفرج حتى يكون مدمين من يكون مدمين يكون قلب الاذمان الوسوات من يكون مهلوك مهلوك بالليل و بالنهار مهلوك بالليل و بالنهار والخمر ايضا نفس المشكل يتفرج و اذا لم يشرب يقول لا مكافينة ايضا لا مكافينة ايضا يقول لي الاذمان عنده في الدم لا يكون حيش بالخمر و لذلك نقول العلاج من الاباهية و العلاج من الخمر و العلاج من القرر و العلاج من الحشيش يوم من هل يطرر نص فاكية كنت تدرب نص فاكية كنت تدرب نص فاكية كنت تدرب4 فاكية 5 فاكية و قمت بالعلاج من الاخترات فلتحررررررروا يمكن تدرج اللي يكون الحرم نهائيا والسيد كانت تشرب سطوك للبيرة أقول له أشرب عن سطوك رأى مخمور السيد رأى مأسكرة قليلة وعفة كثيرة وحرام لا أعرف شيء نفسه وسواس العقيدة هذا وسواس العقيدة هو اللي كان فيه المشكلة عند الكثير من الناس قال اسمالقة ما يدير أجي وهذا كان ليس فعلا اهلا رأى جدا والله اعزتني من المشكلة فقالة يبدأ أقلب وهذا الشيء يقلب يجب أن يعتبر في قلبه ويجب أن تشحين الشيطان على المشكل يجب أن تعتبر في قلبه ويجب أن يعتبر في قلبه ويجب أن يعتبر في قلبه مع السلامة وكيف يجعل الشيطان يقلب عليها يجعل الشيطان يكبرها له عقدة من خلق الله ولماذا رسول الله يصرع السلام تزوج 11 امرأة ولماذا الاسلام دعا الى الجهاد ولماذا الجهاد السايف وكذا ولماذا يدخل يقلب على رأسه ترقى من واله واذا يطيح في هذاك واذا يدخل على الطريق وهذا مشكل كبير والمشكل اللي يكبر هو الرباع اللي قالت معه لا ربي سبحانه وتعالى واذا يدرى كفر واذا يدرى كفر واذا يدرى كفر واذا لا تشرح لي لا تبينه لي واذا يدرى كفر المسألة من المسألة الى المسألة تقول له عداوة تقول له ملحيد تقول له ملحيد واذا يدرى كفر يقول له ملحيد ضدك ينتقى لماذا لا يدرى وكيف تتعالى وكيف تعرف ان الانسان عدوه ما يجهل الانسان عدوه ما يجهل وكيف تتعالى بل أجل المعارضة وخصوصا في الشابه قد يقولوا لا رجالنم ستتخل لي هذا الجاهن من خايف من أنت ولدي رأي ممكن أن تتخل لي عبدك اللذان لغي سالحه كتبه هضر في كل شيء تديه لا بقى هم قالوا وهذا ما قالوا ماذا تعني علم من يغطر به واذا علم سيتخال في الزنقاء مع الدراري أشياء خين سولوا أشياء كذا عند جمعه عندك مشكلة هذه ستشوفه شخص يقلبه عليه ليس يثمره لي حدا داره يعطينا ويقول لنا ويفهمنا ويشرح لنا ما فيها بعد خمسة دقائق عشر دقائق ما مشي تقلب الراسي انقدر انطعه في واحد ملحين انقدر انطعه في واحد علماني انقدر انطعه في واحد هاداتي انطعه في واحد يقول لي هذا شيء كله عادي ما عارف شنا في منطعه فلديك لا بد من السؤال وهذا وقع للصحابة نفسه شيء وقع للصحابة حديث أبي غريرة جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقالوا إنا نجد في أنفسنا ما يتعظم أحدنا أن يتكلموا به قال وقد وجدتموه زمان وشقيتوه في قلوبكم قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان الحديث رواه مسلم والمعنى أن حصول المسواس في نفوس دياله الصحابة مع كراهاتهم له ودفعيها عن قلوبهم وهو من صريح الإيمان كيف يجي عندهم مسواس من خلق الله كيف أتت هذه الدنيا من أي شيء خلق الله هذه الدنيا وهو ما عنده علم ما عنده علم فهوما الصحابة ما كيف يشهدهم عن فهد مسألة عندما آتوا إلى رسول الله قال واجدتم هدفي أنفسهم قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان والمعنى أن هذه الوسواس اللي في النفس ديالك والنفس ديالك كتك روتي ضايقك عارف بأنك أنت مؤمن لأن هذه الأمور هذه الأسئلة كتضايقة إلى ضايقاتك هذه الأسئلة هذه ما تحولت الوسواس أعلم أنك مؤمن بشهالة النبي عرفته السلام لما تكون قارس وتأخذك الفكرة تكون خلق الله والله الشي دير دابة وكذا وكذا وانت ما مذكر في الشرطك تبحث وضايقك هذا شي هذا وقع سوّلت وما قتانعت وقالك شي مضايقك طيب إنساء نساء قالك ذلك صريح الإيمان لأننا نستكسئبه واستستي قلبك ومن لك شاهد غير قلبك إذن هذه أنواع الوسواس دابة الآن قبل أن نتكلم عن الوسواس الديني واش الوسواس مرض مزمن يسبب الجنون أو يسبب الموت إذن هذه المسألة يخافون من نفس زفد الناس واش الوسواس يقدر يؤدي بك الموت هذا السؤال واش الوسواس يؤدي بك للحمق هذا السؤال أجمع أطباء النفس إلا قليل منهم قالك إن لم تكن حالة في الوسواس جاهل الوسواس بهذه الأنواع كاملة وماتت أو حماقت إذن ممكن يتعالج 60% يتعالجون بمعدل سريع وفي وقت واجيذ 60% من الناس الذين داروا على مختباره والعلاج كما تكون فكري يكون ديال الدول يعني يكون بالدول التي يجب الطبيب والدول التي يجب رخص داروا فكري أو يبعد عليك الدوا يتعالج ويجب دخل هذه الدوا وعجب ذلك المسكين أو مدمين ويجب ويجب الدوا ويجب 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 يجب مشكلة ويجب يجب ويجب 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 المشكلة المشكلة هذه هناك شخصيات ضعيفة سبحان الله تستعد التربية ويجب 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 سبق الفيروس ويجب مثلا يجب نتيجة خمس سنين ويجب 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 كثرة الخوف ويجب هذا معقول يكون لديه المسلمين ويجب يشهد لا إله أنا محمد رسول الله أنا 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 لا أنا أنا محمد رشيطة لدوة المسكين لدوات ويجب رجلي خبيث ويجب يحيد أقل يجب 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 أن يجب هذا يجب في هذا حال يجب لا لا يوجد الحل يجب ان يدخلوا الى صلي وقتعوا رجلية يقول لشي واحد انتبه ان يجب ان يصلي ودخلوا قطعوا الى رجلية يقولوا ان هذا عم ستين وفعلا يدخلوا الى صلي وقتعوا رجلوا لا يحسبوا له قلوب كبيرة ونفوس عظيمة نحن نعيش مع الغفلة ابن هذا نعيش غافل مسكين انظروا الحل انظروا الحل اختيار قطعوا رجلية لا اعني اختيارها اعني ماذا انظروا الحل نحن ننصر نحن نحن نجد نحن نتباعد نحن ندخل لشياء الى الصحي التنظر بلدخل الى للب انتخل عند الناس لماذا نفهم فهو قطعه الرجله يجعله صاحبه عروب بن الزوبي ترتبط عليه وقطعه الرجله ستقصد عبا قرر عليه وعقول الحسنان الذي يدارك يمير مرض ووزير شعرك ويقوموا مرض هذا صاحبه هذا الصاحب الذي يتكلم عليه عروب بن الزوبي الذي قطعته الرجله في نفس النهار وعندما نعود الأبناء توفى ويرد عوده وقال اللهم لك الحمد وإنا لله وإنا إليه راجع أعطاني الله سبعة أبناء وأخذ واحدا فلله الحمد وأعطاني أربعة أطراف وأخذ واحدا إن ابتلى فطالما عافى وإن أخذ فلا طالما أعطى وإني أسأل الله عز وجل أن يجمعني بهما في الجنة يقصد رجلية وولده فاسمح لي عروى هذا عروى هذا أحنا أدنا مشكلة الرضا وأدنا مشكلة الرضا بقضاء الله تبارك وسعاله عروى هذا دخل مجلس الخليفة فوجه هذا شيخا طاعي من في السن مهشا ما الوجه دخل على المجلس في الخليفة قال له أحد رجل كبير كبير في السن وجههم ضرب ضرب كان عنده واحد لا يعرف وجهه وليس يشوف ويقول عروى للخليفة سوى هذا وإنما نقصة دياله وإنما نقصة ديالك قال له ما كان منعود لك كنت في واحد الواد واحد البلاسة على الواد وكانه مكس كنت في واحد الويدان لأنه كنت في واحد الواد ما سأقول لك جاء 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 وكانت أنا أغنى واحد في ذاك الواد أغنىهم مالا وحلالا وعيالا جاء واحد السيل جاءت الحملة ديالواد والدولة ديالواد والدمالي والدحلالي والده كل شي كاللي كان كتابه ممكن على مدة قال لك طلعت من طلعت عدينا الشمس في ذاك النهار قال لك بقال لي يا جمل وبقال لي يا ولية صغير كل شي عيالاتي النسل في الواد كل شي مات و هو Youtube ينظر جميل ينبع على الجمل يرتدي الجميل و قمت بسهولات في الدري رجعت عن دري جميل و أقوم بقطاء العمان هذا ما هو بقيه أقعد الدري قطع حوله الان ينبع على الجمل و يضرب و ينبعه بوجه و و يحمل ما تفعله في هذه الإمارات ويقوله ماذا تقول بعد هذا يا شيخ ما حالك بعد هذا قال الحمد لله كما ترى ترك لي قلبا عامرا ولسانا ذاكرا شكرا ناس شكرا المشكرا هو الرضا عن الله أنشيكم نيشا الرضا ما قسم الله تبارك وتعالى لأنه لم يبقى إلا من رحم الله وقال إنه يجب أن تقع ضعيفة ينسى البلاء لا يقواش قدامه هذا مجرد سؤال هل ترى معاقف أو رجل مبتور رجل دياله أو رجل أعمى أو رجل مجنون قال حمق الزنقى العوض اللي تتخذون للعبرة وتقول كما قال الحمد لله الذي عفان المبتله وبهوف الضرع وتعرف النعمة للجسد اللي عطاق الله تبارك وتعالى ما تفعله هذا مجرد العوار ومجرد العراج ومجرد العمى هذا مجرد العمى هذا مجرد العمى هذا مجرد المنغوليان هذا هكذا تشكر النعم راجل أعمى شف شفت المشهدات نحن كانت تحكونا عباد الله راجل العمى وأبرف ورجليهم قطعين وقال ستريق تقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلا به كثيرا من عباده وفضلنا على كثير من خلقات القضيلة تشوف في إبراهيم الخواص أو إبراهيم لو أدهمنا أذكر الآن قالوا لي ما أفاك الله أجدا أعمى مقطوع الرجلين أقرأ أنت كل بلوي فيك كيف عافك الله تقول الحمد لله الذي عافانا قال له ويحق جعل لي لسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وقلبا بقضائه راضيا الله ويحق جعل لي لسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وقلبا عن قضائه راضيا شر ذاكدير شر ذاكدير ما عندنا لا ثقافة المرض ولا ثقافة علاج والثقافة مغيبة ثقافة مغيبة هذه الوسوات المستضعبة لله هذه الوسوات المستضعبة لله كنت تقول أحد المرض بها اسمي كاترين مينارن عنده 41 سنة قلت لك أنا يحمقني الوسوات قلت لأحد المستشفى في جامعة هوكلان في بيرلين كانت حالتي مئوس منها وقلت مع مرأة داوات في أربع أيام سنة الموضوع ولكن انسان يريد داوة هذا الوسوات لا يريد أن تكون بريكلا جنون لا يريد أن تكون وقتك تأخذ فرصة وتمشي وتعالجه لكي ترتاح لذلك ما هو علاج الوسوات القهرية ما هو علاج الوسوات القهرية تأخذ ثلاثة أقصام علاج الإيماني هو الذي سنذكره وذكرنا شيء منه العلاج الدوائي والعلاج الدوائي تعطيك غير مسكينة معروف مسكينة يدير معك من 16 أسبوع لكي يرى تأثير الفعال وانتهي من الغباء في التعاطي مع الدواء يتبقى غير تبلع لكي ترى الوسوات الجنية نحن نخذ ثقافة في التعاطي مع الدواء في التعامل مع العلاج لكي نخرجه مشكلة لكي نحن نحن تتعامل من الناس السورطانين الذي سيبقى لكي عليهم تبقى على منطقه لكي نراكم في الدواء يتوقع لكي تخطي الدواء و أنا لم يجد لكي تقول يا ركول يتموت من الأخ بسرطة الأدماء بالتطبيع صراحة ليس جميع الناس من أهم أنوال العلاج لكي يتخذوها الأطباء فهذا الباب هذا هو العلاج السلوكي و العلاج السلوكي تقولوهما يرتكز على أربعة أمور و اسمع مني هذه مهمة جدا تقولوك يرتكز على أربعة أمور أولا زرع مبدأ مواجهة الأفكار الدخيلة في نفس المارين بالعزيمة الإيمانية والرغبة في العلاج واتقها بالمساعدة له إلا ما كنتم لداخل ديارك و أن هذا المرض مضيعك مجموعة الأهداف و أنك تقدر تهزم هذا المرض بإذن الله و يقينك في الله كبير ثانيا الشروع في تحديد أهم أفكار الوسواسية تعرف كيف يأتيك هذه الأفكار كيف تحاول توقفها و تقلل منها رأي العلاج السلوكي أمر الثالث تقبل العيش مع الأفكار الإيجابية توقع هذه الدنيا عيانة و ترى البلاد قديرة و ترى الاقتصاد قديرة و توقف الحياة و رب يدرنا شتاوير و تجعلنا البلعوها و تجعلنا نسرطوها أولا تكون إيجابي في الأفكار ذلك و تكون جمينا ترى الوجود جمينا و توقف الحياة 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 لا أنت في بداية كنت لا قد قامت بتأكيد سيباً قتلت السيبية و قتلت المجتمع يتكلم و قتلت اصدقائك انت لتعالج اشك بالجهة اشك بالجهة اشك بالجهة بالجتماع لك من المجتمع منها اي مجتمع اي محومة انا مجتمع الناس على الوضع لا ييجب أن تحوذ الجشل كان لديهم جوني كانوا من الملايين لديهم جميعا لماذا تتذكروا؟ هذه الأخت أمها عامة لتتباع الفطائر هذه ابنتها عامة 19 25 عامة 25 أعلى معدن وأنها أمها وأمها لديها الأتذام والأبن محجبة كيف يقولون أنها في القرية وكذا 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 ها يتفوقس على نفسي يقراه في مداري سعولية لا يجبوش لك المعدل يجبتوه إياه إذا أنت ما تركز على الطرف الإيجابي كده ما تركز على الطرف السربي وهذه مشكلة كمشي مشكلة أنا ومشكلة الطبيب ونلغبك مشكلة حيث يحط مداري وردك طبيب عيان أرى أنت اللي عيان وصخفان فق شوية أيضا انتخاذ أسلوب مراقبة الدات أنت تعطي تقيقا راسك أنت تراقب الدات ديق سوف تتخذ لا تقوم بخلينا رتاح أو راقب الدات ديالك مزيان تغلب على الخوف تغلب على الهزام تغلب على الاستيكانة اللي فيك تغلب على هذه العزيمة اللي تنزل فيك تغلب على هذه الشي أنت اللي سيتعالج نفسك ما حكى جلدك مثل ضفرك فتولى أنت جميع أمريكا إذا النتيجة في الأنواع التي ذكرنا في الوسواس أن الأصل في الوسواس القهري أنه عمل من الشيطان أو أن يكون يتعلق بالجهاز العصابي وإذا كنت تتعلق بخلل بالجهاز العصابي حالة سهلة راه المشكلة وإذا كنت يكون عنده سواس قهري يتعلقوا بعمل من أعمال الشيطان كأن يكون مسحوران كأن يكون خريبا في علاقته مع ربي سبحانه وتعالى ما دير ويلو ما دير تشي حاجة ما دير تشي حاجة ما دير لا تحصين لا تشي حاجة واصل محافظة الفاتحة محافظة ما عمروص الله ما يقوله لي أنت وما الشيطان الذي قمت بخشة ما الشيطان سأخرج منك تركي شيطان لا امرك صليتي لا أمرك تذكي لا امرك صمتي ونقوله يقرأ عليك أنت نعيذ بالله منك يتعلق بعدها وتصلي وكذلك وكذلك يتحمقوا يتحكوا علينا بعضهم لا تضعب عن رائع الرائع الشرعي والمجال حيث ايجابيات واسلبيات انا اضع لبعض النماذج تجي عندك ارقينة تجيلك ارقينة واذا تشريب واذا تصلي تصوم تزقي انا اذا انا ادخل ستمشي اشعب تتجير واذا يجي عندك هو فاتله ويضرب لها ويجي عندك ارقينة وانا الشيطان استفلا تروي الشيطان تروي الجن وانا الشياطير الانس وانا الشياطير الانس الوسواث الوسواث الشيطاني الشيطان يبدأ الوسواث الانسان الانسان قبل ان تتقلب عن الهلاج تجد ان تكون مسلم حقيقة تصوم تصلي تدام محافظ على الصلاة تقراج تديرك من القرآن تدير مجموعة الادابيات الاسلامية ويجب عليك تديرها وانا خلفتها في الحرام وانا في المكروه وانا في المخالفة الانسان ونذكرها تدير هذا الشيطان كامل ولو قعدت لك مشكلة تتعيش ينهدروا لا تتعيش أنا أولا نحن نعرفه بأن الشيطان عدو أزلي هذا القضية لم يفهمتها لا نجده اخطوة القدم كله ولي بغين نسمعه ذا بحناية وهالشي اللي بغين نشوفه احنا وهالشي اللي بغين نتبعه احناية أولا الخوت الله يرحم والدين المسلمين أختي الكريمة أخوي الكريم يا معشر من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله الشيطان عدو لكم ربي قال لكم إن الشيطان عدو لكم فاتخدوه عدو ربي شاهد بعداوة الشيطان وجزم بها وطلب منا أن نتخده عدو لعلمه أننا سنتهاون في هذا الأمر فيكون له علينا السلطان وإذا تهاون معناها أننا ابتعدنا عن شرع الله يأز وجل سيكون له علينا السلطان وفلتقل إن الشيطان لكم عدو هذه حقيقة محتمة الشيطان يشهد في عداوتك أيها المسلمة الطلب من الله والأمر من الله لك فاتخذوه عدو أنت بعد هذه الفلسفة العداوة الشيطان ماذا لديك؟ أنا والسؤال الآن ماذا فلسفة عداوتك للشيطان ماذا لديك؟ ماذا لديك؟ ماذا لديك مصيبة هذه الشيطان قال لله أمامه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ماذا بغيتي؟ أربي قال له شوف أربي وبالعزة والجلالة والعضل العظمة سنغويهم كاملين شهد ولد آدم والتريكة التي تخرج منه قال لأغوينهم أجمعين لا يمكنك أن تكون هناك غواية لا يمكنك أن يخرج من الطريق لا يمكنك أن تكون عارفة ما الذي لا يعرفه؟ لا يمكنك أن تكون عارفة هذا هذا قال لأغوينهم أغوينهم أجمعين لا يمكنك أن تكون هناك غوية لأقعدن لهم سراطك المستقن يعني يحصلون قوة جبارة لن نحيطه لأقعدن لهم سراطك المستقن ثم لأتينهم ها من بين أيديهم سلسلة مدورك هو قال لك ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائنهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وهذا الشيطان تقولها ما قال لله عز وجل وستفزيز من استطعت أمينهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورة أنت ما دايش عدوة الشيطان في قلبك ما دايش عدوة الشيطان في قلبك وما تسمعش لسيدة ربي ما كتقربتش للقرآن بشعرف هذا المصيب هذي كبيرة لسه في الخروج دينا من الجنة عداوة الشيطان هذا العدو الحقيقي الأصلي الأول اللي اختينا نعرفه بشيكون هو العدو دينا وما عارش الشيطان الراجل يا الشيطان وانت شواطعين دم هاش الشيطان وانت شواطعين انت شيطان ما هي الشيطان لا ما ركيم دو حاجة ما رأي فهمت نير ما عارش كونه هو الشيطان وشي يدير ليه شك يدير ليه ولذلك الله تبارك وتعالى أمرنا وبينا لنا اختنا رجعون دينا وارجعوا لكتاب دينا وارجعوا لسنة دينا ووالله عز وجل ما ترككش أوجيك وخبرك وأمرك وقال لك هاي حقيقة الشيطان يعيدهم ها ويمنيهم وما يأيدهم الشيطان إلا غرورة ها تغرر فيك ها تغرر فيك فقاتلوا أولياء الشيطان إن كذا الشيطان كان ضعيفا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم هذا الحق ووعدتكم الشيطان سيخطب علينا ألاما ماشينا المسلمين اللي يدخلوا الجنا أي يخطب على بني آدم اللي يدخلوا النار اللي يغواهم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله قد وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخرفتكم وما كان لي عليكم من السلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرقكم ولا أنتم مصرقين من عدا إني كفرتم بما أشركتموني بما أشركتموني من قبل الشيطان تيتبرى منك خطبة الشيطان في النار قربة صورة إبراهي تيتبرى منك تيتبرى منك ونت تتابعه ها قال لي ذلك الله إذا أشقق لأينا كيد الشيطان كان ضعيفا ربي تحنا سأله بيلك فكيد الشيطان ضعيف لمن عرفه وفهمه والسوعبه حقيقة العداوة حقيقة العداوة بينه و بين الشيطان وآمن بالله وأطعه وتبع السرطه ولازم التوبة ولازم الاستغفار بعد كل سلسين وخطيئة كما قال بسالة لا بالحديث الذي رواه إمام أحمد إن الشيطان قال قال لله وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزالوا أخبروا لهم ما استغفروني واخصك ترجع الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مصرون إن عبادي ليس لك عليهم السلطان إلا من يتبعك من الغاوين هذا غويتهم من نكرير إنه ليس له سلطانا على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إذا أصلا هذا توجيه من الله تبارك وتعالى لكل من يعاني من وساوس الشيطان سواء حسية سواء معنوية سواء عقلية السؤال الآن طبعا أنت كيف تعرف هذا الأمر هذا كيف تعرف كيف تدفع الشيطان كيف تعرف نطيحة اللعب كيف تحصل من الشيطان كيف تحصل من الشيطان الله عز وجل قد وإما ينزلنك من الشيطان ينزغون في السعيد بالله إنه هو السميع العالم هذا شيء واحد سنتظر لها هذا ما يشوف فيها كيف تحبوك أن نضرع لأي شيء ما يناجد إن لم تلك غاديس الزلقاء وحاني راسك وكيف تبالك خيالة في كل يوم تكون الشيطان كيف تحصل من الشيطان إنه هو الشيطان كانت thusعام تريد أن تترى ترى و كيف تُتأكل للطول ترى و كيف تتبعها وتتدد خلان داره كشرطة الشيطان كخارجائي بالحضر الصحي وتتبعها تبعها وتتدد خلان داره تتبعها يا الشيطان هذا كذلك تقيدك يا صاحبي دب انت ما لديك شيء فلوس ما دير الشيء كريدي وما نبينا عليه السلام كريدي لا 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 يا جوز كذا وكذا انت في ضرورة يا صاحبي انت في ضرورة انت في ضرورة تخوض الربا ساحبي مالك وان الله غفور ورحم تقيدك تغويك هذا كرا الشيطان هذاك ما لديك تهزعينها فيك ما لديك تغويك تطلقها مع ذلك ما تدير بها تطلقها رمي لا تطلق شيت بععد منك سيرك يطلقها بعدي مني اشدرت اشدرت انا اشدرت انا طلقتها لا وصير الخير والله انا امرأتي وكذا وطلقتها فاعة الغضاب وهادي وما كنتش عارف والتاة غتكون مطيبة لك بسطيلة وغتقول لها انت طالق رمي غتطلقتها تكون غضبانة اذا ما عبدت السؤال ذكي بك يجيل من هذا ما تطلقها وانت ناشط فرحان ما كنت ميت داوية مبرعات ما الله يافيه وهادخل تقول لها انت طالق رمي غتطلقتها تكون غضبانة هادك اللي قال لك تطلقها هادك اللي جاب لك هذه الكلمة وقالت تطلقها هادك رأى والشيطان اي هادك والشيطان ايه واشتي ولذلك الله تلقك واما ينزغنك من الشيطان ينزغن هادك واننزغن يالو فالساعد بالله انه هو السمين والعلم سيسمع استعادتك ويعلم لماذا الساعد سمينه فيك فيك الله تبارك وتعالى مصيبتنا هو الجاهل وانما يكش الجاهل مصيبتنا التجاهل وهذا كين عند العصات تتلقاه ما عارف والو وما باغيش يعرف يتجاهل انه جاهل وهو ما عارفش ويتجاهل انه جاهل ولا تتلقاه غافل عارف ولكن فيه غفلاء اوتيت غافل وهذا كين عند من له علم من المسلمين من اهل استيزام واهل الاستقامة تتلقاه راجل ملتازم وما عارفش كيف يعالج رأسه من الوسوات اه وعارف هو من جهة العلم ولكن من يقع عليه المشكين كيف يتجاهل عن الطبيب اين الله اين الله فينا من رجوع الى الله انا اقول لك سيدي ارجع الى الله وصير عن الطبيب لا تتلقاه شوابك هذا سؤال الان ماذا يمكنني انك تصيبه مصيبة وتقول انه لله وانه الى راجعون كنت غاضي بالطلبين كيف تتكير رادار ولماذا تتكير بوليسي كيف تتكير مخالفة هذا كسبه الله علينا انه لله وانه الى راجعون هذا شيء كسبه الله علينا انه لله وانه اليها راجعون عاستي تقول هكا انه لله وانه اليها راجعون ولا تتكدد مع مع سميسو ولا تتكدد مع مع البوليسي ولا ولدك مرض نتخلك شي شيك عش كدير هلو اعتقوني واردخولي الشيك وارعا يرجع لي ام بي وكذا 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 ولك تلجج الله وكذب الله ما اجري في المصيبة يخرفني خيرا منها اللهم اعيننا اللهم احيئ لنا من عبادك من يعيننا من يعيننا اللهم نجعلنا كذا فترجع الى الله سبرك وسعاله ها؟ في لين استعانة بالله عز وجل الناس ان كان اذا حذبه امر فزع إلى الصلاة هدا هو المشكلة الراهة ان نرجع لكثير من الامور كنديروها يوميا لها هدي نبوي ما عارفينوش لها هدي نبوي في محاربة الشيطان اشبال اللي يكون في هذا بالزابد الامور الحياتية اللي كنعيشوها لها هدي نبوي في محاربة الشيطان ما كنديروهاش ما كنديروهاش ما كنديروهاش جديد نعس الليل هذا جديد نعس اتقشات تيريفون ها؟ شي تدك نعاس وريوضك على فمك ما كنشتيك تفرج ها جيثيون عسي حالك كاك حشي واحد لو حينو في مشي طيارة لا الهادي النبوي قبل ما تنعس لمحاربة الشيطان ان تقرأ آية الكرثي من قرأ آية الكرثي من قرأ من قرأ من قرأ من قرأ من قرأ آية الكرثي وما تخرجوش وننفع من قرأ آية الكرثي كل ليلة لم يزل عليه من الله يحافظ ولا يقربوه شيطان حتى يصبح شريت دار جديدة وشد بيها وتعيط على قناوة يغنيونك على ليلة ماليكة والبشا حمو الشارف دمو ولا تقدير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل شيء سنام وإن سنام القرآني سورة البقرة وإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة هذا الشيطان يقدم الشريطان جديدة يجيب قناوة هو لا يطيحون في الميزان ومن يريد أن يمشي زاعدتها بالله في هذه الحالة يجيب فقه خرماز يقرأه هو والقرآن يلعانه رب قرأ القرآن والقرآن يلعانه يتكرفس على كلام الله يجري عليه لماذا لا يجيب قرأ معلم ليس جيدا لا يجيبه لأنه يتعطي ألف دلم قرأ يتعلم ألف دلم وعطيتها عشر دلم قرأ القرآن هذا هو قناوة ماله هذا هو قناوة يطلحون للأمة هذا هو ولكن يجيب الخرماز يتعطي أعشرين دلم يتعطي أعشرين دلم والباقي بالغرامة بالفاسحة يتعطي أعشرين دلم وعطيتها وعطيتها من إيساني ويقول هذا هو فاسحة لا هذا هو فاسحة من أن يتعطي أعشرين وعطيتها وعطيتها يتعطي أعشرين ويقول لهم أعرض على الناس ومعشاقة وعطيتها وعطيتها ويتحيرهم هذا 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 عادة متجدرة متأصلة بإنما النبي عليه الصلاة والسلامة ماذا قال لك؟ لكل شيء سلام سلام القرآن سورة البقرة وإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة إذن من تشري درك جديدة؟ جيب قارئ يقرأ لك سورة البقرة بالغوات والدهر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وهكذا يقرأ بهذه القراءة أو بأحسن منها في كل سناية البيت أضري الحفظ لك في النهارك كذلك تذكر الله لغير طرق لسانك سالحه في عبد الله بأعراض الناس هؤلاء الرأس ومالك كل شيء ير EU يسترحه وين تخرج لسانك يقدم ذلك هو أني يسترحه أولا مناسب الناس الذين يمشونون من راشدية هم شابير مشاير متى يعرفه هم شابير طاليان هم شابير فرنسا سارح ذاك للسان ما كيسرح للي ما كيسرح له لا بقر لعجونة لجمال سارحه فاسه يا جميل حيواناته الرعية سارحه فاسه بعد ذاك للسان دياله فاسه مطارق الثانه في ماء سبعوتات جريمة توصلش لذاك للسان في سارحه خصتك يكون عندك ذكر باش يلقيك الله عز وجل من وساوي الشيطان حالي سئبه وراي رالميز عز وجل يقول اذا قال المؤمن لا الى الله محمد رسول لا الى الله لوحده ولا شركة له ولو ممكن ولو حمده ولو كل شيء قادر مئة مرتين في اول يومه في الصباح كان ذلك حرزا له من الشيطان في يومه وكانت كعتق عشر رقاب وكتب له مئة حسانة ايه ما شبغيتي في الول النهار ديالك ما تصبح في قواك حالا نص نص ما تصبح واحد ثلاثة ماربورو والجورنان ودخل تقلب في بعض المواقع الإخبارية بدأ الول هذا الشيطان سيقوم بتقلب لا الى الله محمد رسول لا شركة له ولو بكر الحمده ولو شيء قادر قولها مئة مرة تأخذ منك ربع ساعة كان له حرزا حرزا يعني وقايا حجبك الله عز وجل حرزا من الشيطان في يومه وكانت كعتق عشر رقاب وكان له مئة حسانة مئة تحل عينك وكتفق الذي يعاني انه يفعل الشيطان الذي يحل عينه وكتفق يسوي العلاج لماذا تسوي مئة تحل عينك؟ على الفطور على الشارجور على السينيال هذا السينيال ضروري سيحق سنانه سنانه في السباغة لكي لا تخرج منه من الجورنان قدمنا هذه الخدمة ستجد مستر فلانا ومستر فلانا بينما النبيس ستجدهم قادر إذا دخل مسلم ومسجد فقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم عفوا وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال الشيطان شفظ مني سائر اليوم شفظ الشيطان يقول شفظ مني سائر اليوم كتجي من الخدمة هذا شيء ما يوقيك الله من الوثاوي الشيطان كتجي من الخدمة لدارك أش كتقول كان شيء مكلة كان شيء طاجين أش طيبت اليوم لا حديث جابر أنا نبي طعت لما قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند عشائه قال الشيطان لجنده لا مبيت لكم الليلة ولا عشاء فإن لم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم والمبيت وإن لم يذكر الله عند عشائه قال أدركتم والمبيت والعشاء ما أريد؟ كما تدخل البرج قال بسم الله ما تدخل البرج قال بسم الله لا تدخل لك الشيطان مع الماكلة وتكون تتاكل وعندما يقلب لك عن المشاكل وعندما تتاكل وكلام الطابلة ونضربه قال لي ما يكون هناك الشيطان قول بسم الله لا يمتلكم أخيرا أخيرا إن لم يهمه لا يكون شيطان لا يدرب معه يجب أن يدخل معه المسمن و يدخل معه في الفجاة و يدخل معه في الطاجين البعد عن دين الله أي بعد منك الشيطان من الوثاوي الذي يجب عليك فتك الطابلة التي لا تقلس عليها لن يجب أن يكون أحد مكة حلالية يقلب الطابلة حتى يقدم الماكلة و قلنا أن تقول بسم الله اللهم باركنا في ما رزقتنا و رضقنا خيرا منه و كون مع راسك و من الثاني تقول الحمد لله على ما رزقنا و أدعية كثيرة في هذا الباب هذا ما ستأخذ عنه سأخذني بأجياء الكل سأخذون منك بشكل فم أخذ الله بسم الله و الحمد لله أو هنا فقد قال أخذنا فقه لن تغيره في الدين سأخذنا إلى علاقة والفرشيطة و هو الحديث في موت تم تدفع طبال و بموته يطبع طبال و بالدين هو خسر حقا من سيني كذا كذا وتهز وتأكل والشرب لا يثرا ولا عنده واحد الميزة وكذا حديث عمر المقال شوف الدين الحال عظيم 1400 سنة لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها وما لا يا سعب لاذا خلقها الله هذه اللي ثرية لاذا خلقها الله خلقها الله باش تودى بها المعثون ولا أنت يأكل شيء عندك بحال بحال كلي من إياك وكل شيء تودى بها هذه تدير بها كل شيء ولا وحدة تودى بها وتأكل بها وتسلم بها وجهة اليمنى للطيبات وجهة اليسرى للخبائث والحيث رواه أبو داود عن عائشة كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من آذى اشتهى هذه نزبية الزبل هذه نتودى بها هذه نتسلم بها نتحي بها ننكل بها هذه الطيبات وهذه الخبائث فقه اليمين والشمال عندناها السيدي رأى مشيق بريستيج رأى له علاقة بالعقيدة له علاقة بالقيامة له علاقة بالبعت أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم لا from aahli اليمين ولا from aahli الشمال وأخبرت بدأت الصم breath وقالهم اليوم ك winding ك réalité كо النبي صح мин كل بيمينك ليس صحيح ك bob هيا يقولوا كل بيمينك ك كل بيمينك قال المساء السلام لا أستطيع قالوا لا أستطعت المساء السلام أرد عليه للكفر دياله ورد على المساء السلام فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آليم لا هدي غيثونا أرد البال المساء السلام قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره العيد الكبير دفع هذا وما عندنا شريوا للناس نا أخوي أحلى ما سنعيدوش باش ناكلوا للحم نحن كان عيدو تندبحوا لله تشكر الله نحن منها عز وجل من الرحمن نحن فعد علينا هذه الجائحة و إذن قرب الله و نقول له يا ربي ها هي ضحية لك يا ربي ترافعنا هذه الجائحة اخرج من المال الذي يلاكوا و سبحان الله عز وجل أنا من أقرب القربات الأقبى أكبر الطاعة هذه استيراد بالإثلام لن تقول لك أخبر الفقراء الآن فرقوا بيناتنا و إذا كنتم النار لبينات الله أخبر للصحة نعم رسولهم طيلات ما كان غير مازاقون، ما كان غير الناخير، ما كان غير المامونية، ما كان غير أطلب تستعدي عمرتهم، الليلة بعتبت على أفدرهم، وقالوا أنت لا تضحاوا في عدلك أضحاوا هذا الكبش أعطوا لي الفقارة، وقالوا لي هيف سقراسك، وقالوا لي هيف الجهاز يضرك الله المستعد ما كانت هي يكون معاناً الليلة تلاحظ اللامة؟ قالوا مثلاً تكون بلايمن، قالوا ما قدرش يا رسول الله ماله هذه الهاج، ماله هذه الليلة، ماله هذه الليلة نقلبها، الليلة نقلبها قلت على ما استطع، فشلت يده، فشلت يده، ما استطع أن يرفعها، تقريوا فما رفعها إلا فيه، ما أساك، تشلت، تشلت، لا يثن، لا يثن ولكي كنت يأكل، كتحلي لقما، كيقلوا خليه أراكلها الشيطان الشيطان ده بدي تسننا ديك اللقمة الطاحب يشي يأكلها يعني الشيطان راح يدلك البركة والطعام قبل ما تبدأ المسلم يقول بحديث آنث وصحيح مسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليومت عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وقل يا أنت يخلى ركلها الشيطان وصحوا هذه المعلومة عندكم إذا تحت لقمة ذا ومسح لها الأذى وكولها أدرا بب شكر النعمة هذا أمر بصحيح المسلم الحديث صحيح مسلم حديث آنث أنت يا مولاد الليزة ولا يجلل علي que أع Suez لا ينبغي لها ب Smithson حسب الان الشيطان وليكم عدو فاتخدوه عدوى عباد الله أك Tara أكلمよね التتكديم للان أكلم هذا هذا سantomحان لأنه يجب اني بتجذيك والحديث البخاري إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم من عيوري ذاتك فإن الشيطان ينتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم يعني ما تقول كساد المغرب ما في المغرب والإشاء وقال غيري فتلاجة القيوم وأغلقوا الأبواب ستسدي الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح باب المغلقة وأوكي أقربكم واذكروا اسم الله واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله يعني أدري إليها شغطة إذا لم يكن أدري إليها شيتوبة وهذا الشيطان كان لدينا زمان الحشماء وزمان الدين كانت ميكا تضع الماكرة باقي ميجاة ويرموها ويرموها ليزار وكان ميكي سالي وخاكة ويرموها ليزار وإذا لم يكن أدري إليها قال مثلا أخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابحكم هذا الليل ما تقول خارج من دارك أخويا ما تقول لا هيكا ما اتفق ما تقول خارج من دارك أسمع شنوك تقول باش ما يوثبت لك الشيطان إن المسلمة إذا خرج من منزله فقال بسم الله توكرت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال له الملك هديت وكفيت وتنحى عنه الشيطان وقال ما لي براجل قد هدي وكفية ووقية وهذا الشيخ نتعلمه هذا الشيخ نتعلمه هذا الشيخ نتعلمه الله يرحم الولدين بغيشة نعز مع الأهل ديالك جمعها يعني جماع الرجل لزوجتي وجماع المرأة مع زوجيها هذا من الأجر قال مثلا سلمة إن في كل تحميل الصدقة في كل تكبير صدقة الحمد لله صدقة إلى أن قال وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله ويأتي أحدنا شهواته ويكون له أجر قال أرأيت إن أتاع بالحرام ألا يكون علي وإذا كان إذا أتاع في الحالة لا هو أجر إذا لم يكن تريد أن تدير الجماع مع زوجتي كنت أعطيها لحق ديالك وإذا أريد أن تدير تفضل ما فهمت شانيا وإذا أريد أن تلعب وحابا مغيت لعب مغيت لعب مميضة لو أريد أن تلعب طويسة تفضل شي صرف قشين هذا رجي ما لم يكن تفضل رسول الله قال إن لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم ما جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني النتيجة يا رسول الله فإنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا وقليه وعطيه لعليه بغي تدخل الطوال وخرجه وتغيرني مزير فتدخل كما اتفق ولا أنت بغي تدخلي للحمام فتدخلي قد تحيي دي حويجك في باب الحمام تدخلي عريانة ولا أنت قد تتعرى كما الله أحقاني تتحيي منه وإن الشيطان يرعى وراتك تتلقى وحدة التي يحللها التعرى في الطوال تأتي والشياطين كما يتفرجون فيها تقولك تسكنني لما يرحمني وإختي أنت يسكنني وإنه أنت يرحمني وإنه من هذا يسكنك وقعد الجن مع رياق قدامه وغرجين هو الشيطان إلا إبليس كان من الجن ففتق عن أمر ربيه والغصاف منهم هم الشياطين الشيطان رخصك ماذا تريد دخلي أولا لا يجد لك أنك تبقى يطع بوحدك كما نقول نحن بالدريجة ديانا قال لي مساء تلم أرأيت أن كان الرجل خاليا قال فالله أحق أن يستحيا منه فالله أحق أن يستحيا منه حسنا على عاراتك شوية كان لي مساء تلم إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعود بك من الخبث والخبائث الخبث والخبائث نات الجن وإذا خرج قدم رجله اليمنى وقال غفرانك هذا دخل الخلاء لك لا يسوس لك الشيطان لا بد الذكر يكون معك بالليل وبالنهار حياتك كاملة يجيك النعاذ كيجيك لان بتتأتي يجيك النعاذ شنو كتدير كل شي كتدير ما ما كأخويا ما كتتأب علينا ما كتتتفوه علينا حال فمو حال فرص النهر في أدغال إفريقيا وراء النبي صلى الله قال لك حادث مسلم حادث بسعيد فصحي مسلم إذا تتأب أحدكم تتأب تفوه قال فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل ما كأخويا فرص النهر متاير ها سند النبي صلى الله مدير يدخل على فمو فإن الشيطان يدخل هذه من الوثاوية ولكن ينعس بعد أن هذا يحمقونه ويسأل معي هذا ينعس تأتي عندك الصباح السلام عليكم رأيته رسول الله في المنام الله 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 أشتشرف كثير هذا الذي رأيته في المنام واحد بيض طويل أخويا هذا بابا نويل هذا بابا نويل هذا هذا بابا نويل أنت تقول أنه رأيت نويل المنام قال ما رأى في المنام فقد رأى لي حقا فإن الشيطان لا يتمثل به أو لا يتمثل بصورتي كما في أحد الروايات مثلا لما كان الحيث بيضاء عنده 17 الغباء بيضاء كان حيث كحلا وعامر تلس دلو وكان مطويل مقصر ربع من النظر وكان عنده لما شعره إلى شحمة بحمراء وليست طويل ولابسة البيض والحيث وبيضاء فقد رأيت ما رأيت وانت يأتي واحد يقول لك حلم تراثي كان طائر بالجناح وانت قال حلم تراثي كان طائر بالجناح وانت حلم نسل حلم حلم قراثي قهرت تراثك بالأحلام وقهرت بالبلاغ وقهرت بالأماني وقهرت تراثي حال عينك عايش بالأحلام والأوهام وانت تراثي 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 وانت ماذا نقول لك في السويد ما والله العظيم لا كيف حوال شي وقهو المسرح تقول الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان فمن رأى شيئا يكره فلينفت عن شماله ثلاثا وما يعود شعب الله ولي يتعود من الشيطان فإنها لا تضره فإنها لا تضره وتيجيك واحد الشيخ 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 وقيت لعيط لك التليفون عيط لي يعود لك الحلم وقال وكيساري كان قل له وقال لك وقال سمحني نكتب ها في سيناريون بأعلى شيء مخرج وانت عاوتي مثلثان وانت فيلم تكرر الشيطان صاحب يتحدث على حمر عرج وانت لابد من التحصين لابد من احتراس من الشيطان وانت الاختراض ي سير مثال وذلك ماهخ أعرف إن الشيطان قدع إِن صلوي يلبث ها عليه فقال الله رسول صلى الله عليه وسلم وهو تقرأ ومسيح قلت تشكوك فيه الوسوات أس تشتري فهذا تقرأ الشيطان يحول بينك وبين صلاتك هذا حديث ذي العثواء من أبي العاص بشاعر اللي بطاعة تلمى وقال له يا رسول الله إن الشيطان قد حال بينه وبين صلاتك وقراءتي يلبتها علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته منك تحس به فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا والتفل ماشي حاشي يكون تضلق على اللي وحداني ساقب ضعر فبوبيا هتلقى على طلعري كده كده ينزب منه وكده ينزب منه واحد فالتفل هكذا ثلاث مرات عن يساري وغسلت هذا شيء واحد يتطلق كله ترك تبعش وشي صلى الله يسأل الله لي يتوب على المسلم يسأل الله عز وجل أن يعافي كل مريض مسلم عن باب المذح تقول لا عثمان بن أبي العاص ففعلت ذلك فأذهبه الله عني والرواية في صحيح مسلم وهذا الشيطان ليس عندك كما تقول ابن حاجر لن يأتيك وأنت في حال اليقرى وحال الخشوة إنما يأتيك في حال الغفلاء دخل يصلي وعقل وغاعد فيهن لن يأتيك في مملكة الشياطين ومملكة الجن سيأتيك وتلبس عليك أنت بعد ذلك تلبس على رأسك أنت تكون خشار فلاسك لا يأتيك شيء هذا قال الله تعالى في صورة من خلال رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوثوات الخنات شكونا هو الذي يوثوث في صدور الناس من الجنة والناس الجن والناس هذو وهذو معتمر ابن أبي سليمان ابن سليمان تقول تقول سبيعة عن أبي يقول ذكر لي أن الشيطان ينفط في قلبي الذي يوثوث في قلبي ابن آدم عند الحزن وعند الفرح فإذا ذكر الله خنس قال ابن عباس في قوله الوثوات الخنات قال الشيطان جاتم على قلبي ابن آدم فإذا سهى وغفل وثوث له فإذا ذكر الله خنس يوش بغيت نحن أعطيناك الحلو والمراد بمرض الوثواث هو الذي يكون مسيطرا على التفكير العبد وسلوكه في سائر إحواله لا يفكر عنه أما الوثواث الطارئة هذه قد تكون خاطرة تدوذ وكتمشي لك إن هذا الشركة يبقى يرجع لك ومن الوثوث الشيطان خصك تحيدو بهذا الأذكار وتلتازمها وتتلعز تلتازمها وتتلعز هذا الشيطان يعطي لك الطبيب درسها لا تلتازمها وتلالية لا هذا الشيطان تستقم عليه تستقم كما أمرت وسترى النتائج من عند الله ليس نتيجة نتائج إنسان لا يتعلم مع الله بشونطاش هذا رب سبحانه وتعالى هو المتفضل عليك لا تلتازمها وتعطينا ولا تلتازمها وتعطينا لا هذه العجلة أنت قم بالأمر وتترى العجب العجب في قيامك بهذا الأمر أعطاك الله عز وجل النعمة لا يجب أن تشكرها وتشكره علي عشنا يد نعمة وأولا وفعك لهذا الأمر فالتوفيق بالعبادة هذا من الله عز وجل لأولا فهذا الكرم من الله من أن تكون فيك الوسواتون وتوصل الله وتريدك تدير الأذكار هذا أحبك الله عز وجل لأن الله إذا أحب أبدا وضعه في طاعته إذن أنت في الطاعة إذن ها وربي أرحمك إذن هنا تشتاثل بالنعمة وشكر النعمة وحافظ عليها وما تعطيش اللعب وما تخدماش في المعصية ويكرموك اللعب زوجا أما لوثاوس اللي كتجين ما تتلقى إن الله تجاوز لأمتي عما وسوثت به أنفسها أبدا أنت قاعد يقولي أنا حينا وفكرت وقلت الله كذا كذا وتصورت وكذا إن الله تجاوز لأمتي عما وسوثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم يعني ما تجيش تعود لي ما لم تعمل أو تتكلم الحديث رواه البخاري إذا لجاك الوسواس خليه عندك جماعة لكي يقول عدوا بلا مش طراجي وسالينها والوسواس وأخيرا لا نطور عليكم الوسواس الذي يسببه الشيطان تمنيا ذلك الأمور ستعرفها لكي تغلب عليها وبها سنختم ويعقل عليها تعرف أولا أنك مبتلم عندي الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيباتين فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كتير شيء الثاني أن يكتر العبد من استعادة بالله من الشيطان رجل وإما ينزغنك من الشيطان يضغن فاستعيد بالله شيء الثالث يطلب العون من الله تبارك وتعالى ويحسن التوكل على الله فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ومن يتوكل على الله فهو احسبوا الذين قال لهم الناس وإننا قد جمعوا لكم فخشهم فزادهم إيمانا وقالوا يحسبون الله ونعمل وكيد تعلق بالله رابعا أن تكتر من الدعاء الصادق لسيما في الأوقات والأماكن الفاضلة ساعة الجمعة بعد الصيام الاثنين والخميث تكتر الدعاء أما يجيب المضطرة إذا دعاه ويكشف السوء بيد الله هذا المثوات سلط عليك بدنوبك بدنوبك وإما كنت قاعد يدين الدنوب قل من سلم من الرجال من الدنوب إلاك ما كنت قاعد يدين الدنوب يقولوا ونفرضوها فالله الزوجة اللي يريد رفعتك فاصبر إذا هجم الوسوات خامسا اقطعه بالتفكير ونقوم وتوضى وصلي وتكون الله الزوجة وقرأ القرآن إذا وجدت ذلك في نفسك فقل آمنت بالله وثوات العقيدة يأتي الشيطان وأحدكم فيقول له الحديث روى مسلم من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فإذا بلغ ذلك الشي يقول كنس الله فسلم الحديث صحي المسلم فليستعد بالله ولينتهي يقف قطع التفكير ويقول آمنت بالله لا سأل الناس ويسألون حتى يقال هذا خلق الله فمن خلق الله فمن وجد ذلك فليقول آمنت بالله وليكتر النظر إلى آيات الله عز وجل ثابعا أن يتحلى بالثقة ثقة بالله وقوة القلب ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلونة إن كنتم مؤمنوا هذه الشرط كون في الإيمان كون استقامة استقامة علامة الإقامة ومقامك حيث أقامك أو مقامك حيث أقامك تكترى من ذكر الله والتدبر في آيات الله الزوجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم يكفكر وثواث قلبك مروح وتطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن تطمئن القلوب وما أنزل الله داء إلا جعل الله لو داء هذا وقولي هذا واستغفروا الله لي ولكم واستغفروه فيا فوض المستغفرين أحبابي قبل ما تخرجوا ديروا like وديروا متابعة هذا الموضوع الجنال لأن الجمعة من الناس سيتواصلون معنا من أجل هذا الموضوع هذا انтомجن إن شاء الله تكون استفتو منه قبل ما تخرجوا ديروا like وديروا متابعة سوف دين شاهدوا جديد لا تنسونا من صالح دعائكم واللي عنده شي سؤال او شي يتوصل معي الرقم الوصف ان شاء الله نرد عليه بإذن الله تبارك وتعالى بما علمنا اللهم تبارك وتعالى الرقم 046 60 80 60 حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك الله ومحمدك أشهد إلا إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك